بدأ المركز الصحي في تجمع العطف عمله منذ شهرين بعد اكتمال تجهيزه بالمعدات الضرورية لاستقبال المرضى من القرى التي تتواجد في هذا التجمع الذي وفرت له الدولة بتعليمات من رئيس الجمهورية مختلف الخدمات الأساسية واستقبل هذا المركز يوميا عديد المرضى الذين يخضعون للمعاينات والاستشارات وتقديم العلاجات القاعدية لتقريب الخدمة من المواطنين طب ما شاء الله زين تبارك الله حقيقته هي تبارك الله جاند الطفل له وتبارك الله مبادرته جيدة وحميدة مع المواطنين هون لأنهم ما يعرفوا طلب كانوا الله اللي كنا فاصلين فيه وكنا فاصلين في المدرسة وكنا فاصلين في المحضر الزام والله أخير اللي نقول لكم اننا شاكرين دولتنا على العدلتنا وتوفرنا كل شي ما شاء الله هون وشاكرين دولتنا على الانجازات العدلتنا زينة عندنا ونختاركم والتي تعطونا أرواقية للطب وتعطونا العليات لولادة شاء الله ما شاء الله لهم يمكن جئنا إلى هذا التجمع لاستفادة من الخدمات التي وفرتها الدولة هنا وفي مقدمتها الصحة نتعالج في ظروف مرضية ونشكر الدولة على هذه الانجازات وتتوفر هذه المنشئة الصحية الجديدة على عدة أجنحات للمعاينة والحجز والولادة والصيدلية تعمل بنظام الميسر لتوفير العلاج بأسعار مدعومة طب هون متكامل هنا تجاه في جميع الماتريل جاهز هنا تجاه جاهز في ما قالوا أي شي حتى الصيدلية فيها الدولة المتكامل كاملين ما قالوا في أي شي مستوى الإقبال عادي مع أنه مازال افتتاح مازال بداية وذلك كان إن شاء الله يدور يتحسن راجل إن شاء الله يتحسن المستقبل مع أن الناس اللهم كنت نتلم منه شي كان تقريبا إياه في هذه الحياة الانتجاع ومواصلين كانوا يلبدو كانوا رحل وطبعا بدو بعد يفتحوا للمجي إن شاء الله واركة إياه بعد يجي شي منهم الإقبال لا ينزاد يوم بعد يوم ينزاد ومن المنتظرين يكون هذا المركز الصحي قبلة لمرضى قرى منطقة العطف الرعوية مع توسع نشاط المركز وتوفير المزيد من الوسائل والطواقب البشرية لتقديم العلاجات لهذه المنطقة ذات الكذافة سكانية محمد علي سالك لقناة الموريتانية تجمع العطف ولاية كورغل